قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون بعد انفجار سيارة ملغومة قرب وزارة الداخلية في العاصمة كابل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي جاء بعد يوم من الإفراج عن اثنين من قبار قادة حركة طالبان وزعيم بجماعة حقاني مقابل إطلاق صراحي أستاذ جامعي أمريكي وآخر أسترالي خطفتهم طالبان عام 2016 وذلك في تطور عبر بعض المحللين عن أملهم في أن يؤدي إلى نزع فتيل العنف في أفغانستان لكن بعض السكان هنا عبروا عن غضبهم إزاء تلك الخطوة حيث قال يونس عثماني إن الانفجار نتيجة لإطلاق الرئيس أشرف غني صراحة أنس حقاني وعضوي حركة طالبان الذين وصفهما بالمتوحشين وأضاف أنه يعتقد أنه بدلا من إنفاق الكثير من المال على عملية السلام سيكون من الأفضل إذا اشترت الحكومة السلاح للقضاء على هؤلاء الأفراد المتوحشين في أفغانستان وجاءت المبادلة في وقت تذل فيه الجهود لإحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان وكانت المحادثات قد توقفت بشأن خطة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في مقابل ضمانات أمنية من الحركة بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر أيلول بعد مقتل جندي أمريكي وأحد عشر شخصا في هجوم شنته طالبان في كابل